السلام عليكم أينما تواجدتم مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية أبخندغ الفرنسي أبك بقوف شرف الدين اليوم في هذا الدرس سوف نتعلم درسا جديدا ألا وهو تعلم الأفعال في اللغة الفرنسية وقيفية استعمالاتها في جمل مفيدة إذن هدف هذا الدرس هو تعلم الأفعال في اللغة الفرنسية أول فعل إذن في هذا الدرس هو قرر بالفرنسية نقول هذا فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى لأنه ينتهي بالحروف هذا الفعل سوف نستعمله في جملة مفيدة وسأصرفه إلى الماضي إذن مثال كيف نقول بالفرنسية قررت الزواج أو قررت أن أتزوج بالفرنسية نقول ج بدء جې دې 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 م 크게 ن Maryيين جې دې دې ممارييييييييييييييييييييييييييييييييي هاده الجملة لدينا جو دامير انا جو وادفنا اي لأننا سرفنا فعل ديسيدي في الباسي قموزي يعني الماضي الموركب يدان هاد الفيه الموركب من اواغ كنجيگه او PRESENT نفي الحادر زايد لپارتسيب پاسي تيال هاد لفر بب ديسيدي لحيدو في الاخير عندنا او اكسان لامي عود لدينا او ار لأننا هاد الفيه الموركب في لپاسي قموزي يعني الماضي الموركب كننا موركب لأننا هوا لدينا لفر باب اواغ زايد لپارتسيب پاسي دم مماريه لحيدو هاد البرب هاد الفيه المماريه غير مصرف لأننا هوا قبلاغو ما يوسمى بپريposition 2 لابريposition 2 يتبعوها فعل غير مصرف إذن هذه الجملة تحتوي على فعل ديسيدي مصرف في الباسي قموزي يعني في الماضي اعيدو معي لمرتي الاخيرة جي ديسيدي دم مماريه الآن سوف نرى فعل آخر استطاع بالفرنسية نقول pouvoir لاحظوا هذا الفعل ينتهي بواغ وينتمي إلى المجموعة الثالثة لأن في الفرنسية هناك ثلاث مجموعات من الأفعال مجموعة الأولى، الثانية، والثالثة هذا ينتمي إلى المجموعة الثالثة لأنه ينتهي بواغ O-E-R تقرأ واغ واغ تقرأ واغ إذن سوف نرى جملة مفيدة فيها هذا الفعل pouvoir أستطيع القفز كيف أقول بالفرنسية؟ أستطيع القفز جو بسوتي جو بسوتي عيدو جو بسوتي لاحظوا في هذه الجملة لدينا دامير جو يعني أنا أستطيع القفز لاحظوا كيف أصبح لأنه صرف في زمن الحاضر جو بسوتي أستطيع القفز سوتي يعني القفز قفز هذا ينتهي ب-E-R من المجموع الأولى هذا الفعل أو هذا الفعل ليس مصرف لأنه جاء قبله فعل دو فعل كيف سوية لدينا ينتهي بسوتي سمت لأنه يعني إذا كان هناك فعلين أتاني لا يكون مصرفا جو بسوتي أستطيع القفز فعل آخر غشا بالفرنسية أقول تغيشي 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 عيدو تغيشي هذا فعل مجموعة الأولى لأنه يستهيب E-R تغيشي غشا في جملة مفيدة يغش في الامتحان يغش في الامتحان بالفرنسية نقول إل تغيش أ لك زمان يغش في الامتحان إل يعني هو إل تغيش هذا الفعل تغيشي مصرف في الحاضر لاحظوا في الأخير نستعمل أ ألفا إل تغيش ألفا مصرف في الحاضر الإقزامة الإقزامة يعني في الامتحان أعيدو معي إل تغيش أليك زمان إل تغيش أليك زمان فعل آخر حارة يعني الأرض فعل آخر سارع بالفرنسية نقول لت لت فيل مجموع الأولى ينتهي بر سارع لت في جملة مفيدة يصارعو دل مرض بالفرنسية نقول يل لت نسذاب يل يل لت يسارعو كنت المرض بد กني المرض يل الجهد لت فيل مصر når يل لت pregn المرض أصدر في الآخر سلما بالفرنسية نقول لفغي لفغي سلما لفغي في الزي ينتهي بأر يأنه من الدرجة الأولى أو المجموع الأولى في جملة مفيدة نقول المواصل يسلم البداعة بالفرنسية نقول LE LIVREUR reliefر المواصل LIVRE يسلم البداعة LE LIVREUR الفعل مصرف الحادر ينتهي بأر أر Godsرف الحادر Le livreur Livre la marchandise La marchandise يعني البداع في الاخر احملا بالفرنسية نقول نегليجي 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 اغلافن ايدن المجموع الولا لاحظوا هنا نغ هنا نفس الحرف ولكن نطق الج لأنه بعده ا هذا ليس بعده ا ايدن يقرأ نيجليجي نيجليجي في المجموع الاولى في جملة نقول الاب يهمل بالفرنسية نقول الاب نگليجي سيزنفان الاب يعني الاب نگليجي يهمل يعني الفرنسية موسراف في الحادر نگليجي في الاخر نداعو اغلافن سيزنفان يعني اتفالاو ايدو ماي الاب الاب نگليجي بالفرنسية نقول ناتر الفرنسية او فعل ناتر هذا الفعل ينتعيب ر اذا ينتمي الى المجموعة التالتة لانه ينتعيب ر لاحظوا هذا الفعل كيف يكتب ناتر ناتر اي تقرأ ناتر في جملة المفيدة ولدتو في المغرب ولدتو في المغرب بالفرنسية اقول جسو ني او مارك جسو ني او مارك ولدتو في المغرب جسو ني او مارك لاحظوا هذا الفرنسية ناتر كيف يصبح ني لانه صرف في المغرب جسو ني او مارك جسو ني او مارك اي دو ماي جسو ني او مارك فعل اخر غد نغيغ 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 هذا الفعل ينتهي ب اي اغ هذا الفغب ينتمي الى المجموعة التانية لانه ينتهي ب اي اغ نغيغ غد في جملة مفيدة اقول الامو تغدي اطفالها بالفرنسية نقول لا ماما نوري سيزنفان لا ماما يعني الوم تغدي نوري لاحيدو في الاخير لدينا لدينا المجموعة المجموعة الاولى لانه ينتهي ب اغ في جملة مفيدة يرتعيش يرتعيش ده ده بور بور يعني الخوف سيزنفان اصرف تقرا مصرف في الحاضر ينتهيب اه جه 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 اشتركوا في القناة